مرحبا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة اليوم انا نحكي عن موضوع مرتبط بالكورسات اللي بناخدها او حتى بشغل او اي شخص حابب يتعلم ويفوت بمجال الاتيكال هاكينج لازم يكون لاب خاص فيه او مختبر خاص فيه يعمل عليه تجارب الاختراقات على مختلف انواع الاجهزة كيف يصير هادا الشي كيف منعمل المختبر الخاص فينا ومننزل هايدي المخصصة اللي نعمل عليها تجارب الاختراق تابعني بايدا الفيديو اوكي لكن كنا عم نقول انه كيف منعمل المختبر الخاص فينا هيدا الشي بيتطلب وجود شغلتان اول شي الكمبيوتر الاساسي تابعنا يكون البرفورمنس تابعه او كتير عالي ويكون بقلبه عم نحكي كرام وكجي بيو يكون مش هنحكي انه كتير متقدمة ولكن تكون بمستوى متوسط لحتى تقدر تلبي معنى الاحتياجات اللي حنحكي عنا بعد شوي او يكون في عنا بهيدا المختبر طبعنا عدد اجهز يعني بدو يكون عنا كمبيوتر على اندرويد او جهاز اندرويد سوري او جهاز اي او اس يكون عنا يكون عنا كمبيوتر على لينكس كمبيوتر عليه ويندوز ولكن الفيرتشوال ماشين او هيدا الجهاز الوهمي اللي هو الفيرتشوال بوكس او سهل علينا الشغل كتير لحتى ننزل عدة انظيمين نعمل عليها تجارب الاختراق طبعا مثلا اذا رحنا على لاوراكال في ام او البرتشوال بوكس لأغلبكن يمكن منزل الو الحصول الكالي او منزل اي او اي 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 ازو امج منزلها على واحدة من هودة او البلاتفورمز ان كان الفيرتشوال بوكس اليوم انا عم بحكي على البرتشوال بوكس متل ما شايف ممكن ننزل عليه قد ممنى انظمة واجهزة ونشغلها كلها بنفس الوقت ولكن هيدا الشي بيطلب مننا انه يكون عنا رام عالي شوية يعني يكونوا الرامات عالين شوية بقلب الكمبيوتر ليه لانه اذا مثلا بتشوف عندي انا هون عندي الكالي اللي نكسم شغله شغل كالي بنفس الوقت اخر نسخة اللي هي 2022.1 ومنزل بنفس شغل بنفس الوقت نزل بنشغل جهاز اندرويد اوكي هون عامل مسكر لحول مهم انا مشغل هون وعنه هون مشغل كمان ويندوز ويندوز مثل ما شايف. لا حتى نعمل عليها تجاره بالاختراق طبعا او يعني هون انا عندي ثلاثة ممكن اشتغل اعلانه. يعني اذا انا مفتح على الكالي بدي ابعث على الويندوز ما بدي ابعثه على الويندوز طبعي بدي خلي كل شي يكون الشغل طبعي كله يكون سيف ما بدي اشتغل على على الويندوز الاساسي تبعي بنزل على الويندوز سيفن اي اي نسخة بدي اياها بدي اشتغلها على الاندرويد بنزل نسخة الاندرويد اي بدي اياها بنزل الاندرويد 9.0 حكيت بفيديوهات قبل كيف مننزل هاي النسخات ومنشغلها على الويندوز سيفن. وطبعا عنا الكالي اللي هو واحدة من توزيعات دي بيين اللي بنستخدمها بالاختراق ممكن تنزل البروت مسلا كمان انا عندي هون البروت ممكن شغله بنفس الوقت ولكن الشغلة اللي بدي اعرفها هلا اما عندي هون بجهازي عندي اذا نروح منشوف على البروبرتيز سوري اذا نروح على البروبرتيز منشوف انه عندنا هون هي 16 جيجا بايت رام اوكي طيب هاي دي 16 جيجا بايت رام هي معمولة للويندوز يعني للويندوز الاساسي اللي انا عم بشتغلها له لما منزل نسخات او بلاتفورمز جديدة على البرتشوال بوكس هاي دي الانزمة بس بدأت تشتغل بدأت تاخد من السيستم رام يعني انا عندي هون الاندرويد اخد اه تقريبا تو جيجا بايت رام وعندي هون الويندوز اخد تقريبا اربع جيجا بايت رام يعني ست اخد ستة جيجا بايت رام من السبت عشر جيجا وعندي هون الكالي كمان اخر اثنين جيجا بايت رام يعني صرت انا اخر تقريبا بحدود ثماني جيجا بايت من اصل الرامات الموجودة على الويندوز يعني انا هاك خلات ثماني جيجا بايت رام للويندوز الاساسي وعطيت ثماني لهودة ثلاثة الويندوز الشغلين طبعا كلما تقف في واحدة بخسر او بربح بربح الويندوز الرامات اللي كانوا شغلين على هايدي الفيرتشوال الفيرتشوال ماشينز فمشان نعمل هيدا اللاب طبعنا ومكون عم نشتغل بنفس الوقت على كذا فيرتشوال ماشين بنفس الوقت او كذا نسخة ايزو او او لازم يكون عنا الرامات عالين لحتى اا نشتغل بشكل سلس اا وما يكون في عنا اا ضغط كتير على الرامات ويصير في عنا عملية او تعليق وبطء بالاداء هلا طبعا ازا كنا نحنا ما نننفذ اا على واحدة من هول البلاتفومز الافضل لانه نكون عم نشغل يعني عم نشغل على الويندوز لحال ونجع نشغل على الاندرويد لحال لحتى نريح شوي من الاداء تبع الكمبيوتر وطبعا مثلا انا هون اذا منفوت على اذا منفوت على على البرفورمنس تبع الويندوز منشوف عنا هون انو منفوت على البرفورمنس منشوف انو عنا سيبيو يوزيج عالي ومنشوف انو عنا الميموري متل ما شايف السبت عشر جيجا بايت هنستخدم منهم واحدة وتمانين بالمية كل ما انسكر واحدة من هوا دي طبعا بده يقل نسبة الرمات المستخدمة متل ما شايف قداش نزلت من الواحدة وتمانين نزلت لسبعة وستين بالمية هاك مكون خفافنا من اليوزيج وحتى السي بيو منشوف كيف نزل اليوزيج طبعا انا اكيد بنصح اي شخص اصحاب يفوت بهذا المجال يعني للمستويات المتقدمة يكون عنده الجهاز بيدعم تشغيل كذا فيرشوال مشين بنفس الوقت يعني منهم يكون مشغل الكاليو يكون مشغل مع ويندوز اندرويد لحتى يعمل عليها تجارب اختراق بهذا الشكل ممكن حكينا عن اللاب كيف بنعمل اللاب طيب نسخات النسخات اللي من نزلها على 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 مثلا ممكن ننزل الكاليو او الكاليو من نزلها من الموقع الرسمي طبعا وحكينا بفيديو اي تسيب اكتر مسلا نسخة المايكروسوفت الويندوز عنا ايها ترايل لتسعين يوم بتنزلها من الموقع الرسمي طبع اا مايكروسوفت هو بتحلك هاي دي الخدمة انه تنزل اا نسخة للفيرتشوال بوكس اذا بنفوت على هاي دي الموقع اللي هو الديفلوبر دوت مايكروسوفت دوت كوم منلاقي في عنا كزا بلاتفور ممكن نقية يعني انا انا هون بنقية للفيرتشوال بوكس بس انا بده نسخة وندوز تان اللي هي اما اشتاد جون وندوز تان وبنقية هون هي يفيرتشوال بوكس وبعملها انا قرر اريغا estable مساحاتها تقريبا اي سابعة جيجاباية بتنزل بنسخة اه على مقاظن او 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 م genetics او organizingube اوكي صحيح نسخة هي اسهل من نسخة يعني سلسة اكتر بعملية حكيت عنا لنسخة بالكالي الفين واثنين وعشرين اخر نسخة نزلينا بتسهل علينا بس لحالة بس بتكبس عليها وهون بتختار يعني وان بدك تعمل نسخة الفولدرات اللي بتتسيف بقلبه او سيستم طبعه وان بدك يا بتحط الفولدر اللي بدك يا وان وبتعمل والحاله بصير بنزم من نسخة كل الملفات الخاصة ليعمل او بوت ويقلع هيدا النظام اوكي هيدا بالنسبة للويندوز تن الكالي حكينا عنا والاندرويد كمان قبل حكينا عنا والبروت في فيديو على القناة ممكن تشوفوا حيحطوا بااخر الفيديو كيف تعمل لهايدي التوزيعات على البرتوال بوكس بحب ارجع ازكير انه آآ هيدا الفيديو بس لحتى للاشخاص اللي حبين يفوتوا معنا بالكورس ويكون عندوا آآ 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 أنظمة وهمية يتدرب على يدى علي بتجارب الاختراق وبالبيلوز اللي بدين يستخدموها داخل المتاس برويت ويكونوا جاهزين. وبحب برجع ازكر انه اول اه اه قدمناه بتقريبا من شهرين عملنا عليه بفترة العيد خمسين بالمية للي بدو يحصل عليه وبعدنا لهلأ اللي بدو يحصل عليه ممكن يحصل عليه بالخصم خمسين بالمية للي بحب يتواصل معي على وسائل التواصل او يكتب لي بالكومنت او على الرقم الخاص للقناة على الواتس اب هحطه باول اه كومنت تحت الفيديو اللي حابب اي شي ممكن يتواصل معي على هيدا الرقم على الواتس اب بتحصل على هيدا الكورس باهلك انك تاخد الكورس التاني بخصم اه خمسين بالمية سوري عشرين بالمية لالكورس التاني اه اللي هو ادفانست عن الكورس الاول هيني بيتضمن الويب ابليكيشن بان تاستنج بامور كتير هنفوت بتفاصيله بس للي حابب اه يعرف شو نحنا كنا عم ناخد باول كورس للي حابب يحصل عليه لهيدا الكورس طبعا كل الحلقات مسجلة موجودة عبارة عن اربعة عشر محاضرة قدمناها خلال فترة شهر ونص لايف على تطبيق زوم ممكن تحصل عليها عن طريق الانضبام للجروب على التلجرام خاص بتعمل داونلود لهيدا الفيديو طيب نحنا حكينا بقلب هيدا الكورس اول شي شرحنا عن الكالي الانسلاشن على البرتشول مشين والبرتشول مشين للفيبي والويام واب كيف بننزلهم كيف بنتعامل معهنه كيف بنعرف كل التعريفات من النات ووركينج والفرق بيناتهم النات والبرتش كيف بنعرف اليو اس بي كيف بنعمل لفولدرز بين البرتشوال الماشين والويندوز طبعا شرحنا كل الواجهه شرحنا كل الادوات الموجودة عندنا هون كيف مؤصمة داخل الكالية حسب الكاتيجوريس تابعيتها بالانفورميشن جاثرينج حكينا عن الباسيف والاكتف انفورميشن جاثرينج طرق جمع المعلومات وشو هن الأدوات وأهم الأدوات اللي نستخدمها لنجمع معلومات عن الضحية اللي هي تعتبر أول خطوة بالهاكينج كريتيريا أو خطة الهجوم للوصول للهدف بآخر عملية الاختراق حكينا بالتحديد على الانماب اللي هي تعتبر من أهم أدوات الاكتف انفورميشن جاثرينج يعني فينا نحطها تحت الاكتف انفورميشن جاثرينج لحتى نكتشف الثغرات اللي موجودة بالشبكات وطرقنا على جتا وتسكير الابن بورتس ونكتشف الابن بورتس ونستخدم سكريبتس المخاصة الموجودة بالانماب طبعا باستخدام الاب تاني اللي هو كمان حكينا كيف من نزله وفي فيديو موجود على القناة ممكن نشوفه كيف من نزل حكينا كمان على الباسورد التاكس كيف منستخدم كيف منعمل ووردلست خاصة فينا كيف نستخدم الهاشكات وجون دريبر لنعمل كراكينج للباسورد باستخدم سي بيو بروت فورس أو جي بيو بروت فورس حكينا عن الميتاس برويت بالتفصيل كيف نستخدم كل الموديولز الموجودة داخل الميتاس برويت من بوست كيف منبعث هيدا البيلود لأجهزة ضحية بمختلف الوسائل وكيف منحمي حالنا من هيدا الهجمات بالإضافة للكورس الخاص بالويرلس التاكس حكينا عن كل الأدوات وأنواع الهجومات اللي ممكن ننفذها على شبكات الواي فاي طبعا بالاستعانة بالإكسترنال واي فاي أدابتور اللي هي جزء ليلة جزء من هيدا العملية بالإضافة للارب سبوفينج والدياناس سبوفينج وكتير أدوات موجودة داخل الكالي وخارج الكالي حكينا عنا بالتفصيل أي شيء أي معلومات إضافية ممكن تتوصل معي مثل ما قد لك على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الرقم الخاص للقناة رقم الواتس أب تانكس كتير على المشاهدة إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو الهدف من هذا الفيديو نحكي شوي بس عن اللاب شو المختبر الاختراق وكيف ممكن تجهزه وشو البيئة الحاضنة لهيدا المختبر اللي ممكن إذا عندك هيدا المواصفات أو هيدا البيئة الحاضنة ممكن تعمله ولا لا ومرأنا كمان الكورس بشكل مختصر حكينا عنه كيف ممكن تستفيد منه لحتى تروح اذا حبيت للكورس الادبانس بشكل اريح اللي ان شاء الله حنبلش فيه تقريبا باول شهر حزيران تانكس كفير على المشاهدة ما تنزل فولو لايك انشار على الوسائل التواصل الاجتماعي واذا باكنت بشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل جرس لو يوصل لك كل شي جديد